تقول كيف يكفر الشخص الذي يتحدث عن القبائل أو الشعوب أو الدول مثلا كيف يكفر عن ذنبه وهل التحدث عن دولة بالعموم حكمه مثل اغتياب شخص لكل شخص من تلك الدول أو القبائل مثلا حق عليه سيأخذه يوم القيامة أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك بالنسبة للغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره قال الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته ولذلك هذه الغيبة أما الكلام على قبيلة أو دولة أو طائفة مثلا أو جهة هذا لا يسمى غيبة هذا لا يسمى غيبة وإنما يسمى سب يسمى سب ما يعتبر غيبة فلو تكلمت مثلا عن دولة معينة أو كذا ما يقال غيبة إلا في حالة واحدة إذا تكلمت والشخص اللي من هذه الدولة موجود أمامه فقد اغتبت أما الكلام العام هذا لا يسمى غيبة وإنما يسمى سب ولمسلم مطالب بألا يكون سباب ولا شتام ولا لعان ولا بذيع ويجوز الكلام على القبائل والبلاد أما القذف لا القذف خطير ولذلك إذا قذف أهل بلد مثلا قال هذه القرية كلهم زنات هذا قذف هذا خطير هذا خطير له أحكام قضائية وفيه للعلماء خلاف يعني في قضية كم يحد من حد مثلا أما قضية والله مجرد سب أو كلام يعتبر غيبة لا على الدولة أو قبيلة أو عائلة مثلا أو عفوا قبيلة أو جهة لكن إذا كان موجود نعم صارت غيبة بالعموم هذا السب سيحاسب عليه الإنسان يوم القيامة ترجمة نانسي قنقر